السلام عليكم يسعد أبقادكم الجميع وأهلاً فيكم في بداية فصل جديد ومساقكم مهم جداً للمنتسبين لتخصص الإدارة التقنية معكم دكتور أحمد حج علي وأنا راح أكون معكم إن شاء الله في هذا المساق خلال هذا الفصل طبعاً مهم جداً لكل طالب منتسب في مجال الإدارة إنه يتعرف على مبادئ وأساسيات الإدارة تاريخ الإدارة والتوجهات القديمة والحديثة فيها أنا بنصح كل واحد فيكم منتسب لهذا التخصص إنه يهتم بمتابعة المحاضرات والتعرف على هذا المساق بشكل جيد من خلال المشاركة بكل نشاط بنعمله في هذه المادة طبعاً هذا المادة والكتاب المقرر في هذا المادة إحنا راح نعطيكم بسلايدات هي بشكل يعني تبسط المادة بشكل كبير جداً المادة بسيطة وأساسيات الإدارة سهل إنك تفهمها راح نعطيها بشكل مبسط جداً إن شاء الله بحيث الجميع يتشرب المادة بشكل جيد هذه أساسيات تخصصك إذا أنت ما هتميت بالتعرف عليها الآن الفرصة ما راح تكون سهلة بعدين ممكن ما ترجع كمان مرة أنك تتعرف على أساسيات التخصص اللي حاب أوضح لكم إياه من بداية هذا الفصل إن حضوركم للمحاضرات المصورة مهم جداً راح يساعدك في المشاركة في المتليات أو الفرمز اللي راح نحطها حضورك للمحاضرات المتزامنة أو المباشرة راح تكون أيام الأربعاء أو الخميس حسب كيف راح نحدد خلال هذا الفصل كمان مهم جداً عشان إنه أجاوبكم على تساؤلاتكم أوضح أي نقطة كانت مش واضحة للبعض في المحاضرات اللي خلال الأسبوع كمان علشان نناقش مع بعض أسئلة كل فصل بحيث إنكم لما تدخل على الامتحان يكون أسلوب الامتحان وطريقة هذه الأسئلة سهلة لكم وواضحة بناء على ما سبق في خلال الفصل راح تأخذ إن شاء الله أسئلة الفصل الكامل ونناقشها مع بعض عددكم مش كبير اللي أنا شفته وتوقعوا حدود الأربعة عشر خمستاشر طالب اللي سجلوا لها المادة راح يبين معانا طبعاً وكمان راح أشوف من خلال هذا العدد اللي أعتبره قليل مين اللي بيشارك مين اللي مش بيشارك مين المهتم مين اللي مش مهتم فالطالب المجتهد راح يأخذ إن شاء الله حقه زيادة في علامات النشاط وأكيد راح يكون له معاملة خاصة وعذر لو قصر لا سمح الله في امتحان أو واجب الطالب الغير مهتم اللي كل محاضرة بيطلع بعذر جديد علشان ما يشتغل راح يتحمل هو مسؤولية هالكلام لا يجيني في نهاية الفصل يقول لي ليش أخذت خمسة ولا صفر من عشرين يعني أنا ما بخوفكم من حالي ولكن أنا عارف إنكم جميعاً مهتمين وإنتوا جايين تفهموا وتستفيدوا فعشان هيك أنا هون أخوكم إن شاء الله وصديقكم ومعلمكم اللي إن شاء الله راح أبدل جهدي إنه أشرح لكم المادة بشكل بسيط وسهل إن واجهتكم أي مشكلة أو مصاعب إنه أساعدكم في حلها وتجاوزها يعني بتمنى إنكم ما يعني ما تستحب إنكم تسألوا أي شيء حتى لو وجدتوا أي خطأ عندي إنكم تنبهوني عليه فإحنا كلنا بشر وبنتعلم وإن شاء الله راح يتم تنزيل المحاضرات خلال الأسبوع في أي سؤال خلال هاي المحاضرات ممكن أنك تدونوا أي تساؤل أي استفسار أي اكتراح منكم تدونوا في المحاضرات المتزابنة اللي راح تكون يوم الأربعة والخميس ممكن ناقشها سوا كمان نقطة المحاضرة اللي راح تكون إن شاء الله يوم الخميس القادم صوت وصورة أنا راح أحط لكم طبعا اللينك راح أحط لكم أي شيء نحن راح نحتاجه خلال هذا الأسبوع في الألمس فإن شاء الله يوم الخميس راح تكون في محاضرة متزامني معاكم جميعا راح تكون صوت وصورة إجباري على الجميع تكون صورة مع صوت علشان نتعرف عليكم تتعرفوا على بعض عساس يكون التفاعل خلال الفصل بشكل أفضل الآن نبدأ هاي المحاضرة ورح نتكلم عن المانجمنت برينسيبولز طبعا هاي المحاضرة راح تكون مدخل في مادة الإدارة أو مبادئ الإدارة واحد مقدمي في الإدارة والمنظمات هذا الكتاب المقرر علينا هو من تأليف ستيفن روبينز وماريك كولتر نبدأ الشابتر الأول في عنا learning outcomes اللي هم مخرجات التعلم من هذا الكتاب أول مخرج لازم نعرف who are managers مين المدراء what is management شو هي الإدارة what do managers do شو اللي بيعملوه هذول المدراء ايش الوظائف بتاعتهم كمان what is an organization شو هي المنظمات كمان راح نشوف ليش احنا بندرس الإدارة why study management نبدأ نشوف who are managers مين المدير مين المدراء المدير هو someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished المدير هو someone who coordinates هو الشخص اللي بيوجه والشخص اللي بيساعد الموظفين بيساعد اللي تحته اللي هو non managerial employees or workers اللي هم الworkers اللي هم اللي بيشتغلوا تحت المدير هو بيساعدهم he coordinates بيوجههم and offers overseas overseas يعني بيشرف عليهم يعني بيشوف شغلهم بيتأكد هالشغل بيشتغلوا هذا صح ولا مش صح offers overseas the work يعني بيشرف على العمل of other people لهم الناس اللي تحته so that organizational goals علشان نشوف هذول الأهداف التنظيمي can be accomplished عشان يتأكدوا أن هاي الأهداف التنظيمي organizational goals can be accomplished في كل الشركات أو المنظمات في عندها أهداف سواء كانت أهداف انتاجية أهداف تسويقية شو ما كانت هاي الأهداف الهدف اللي احنا راح نوصله بأننا نحنا ننتج عدد معين من المنتجات احنا نبيع عدد معين من المبيعات احنا نحطين نحنا منبيع مثلا ميت منتج خلال شهر عشان نوصل لهذا الهدف لازم مدير المبيعات يتأكد أن الناس اللي تحته قاموا بعملهم عساس احنا نوصل لهذا الهدف مدير الانتاج لازم يتأكد أن الموظفين اللي تحته قاموا بعملهم عشان نقدر ننتج هذا العدد من المنتجات فالمدير هو مش الشخص اللي الناس في العربي بيعرفوه اللي هو اللي جالس على هذا الكرسي ما بيعمل شيء غير أنه يعطي أوامر يأخذ راتب عالي فالناس بتعرف المدير اللي هو الكرسي المنصب الناس بتعرف المدير راتبه عالي بيعرف المدير اللي هو بس بيعطي أوامر بيعرف المدير اللي هو الشخص اللي كرسينغ أدرز اللي هو دايما بيشتم بيصرخ هذا هو المدير لا المدير ممكن يكون راح نشوف كيف قائد ممكن يكون موجه ممكن يكون مسحل هو اللي بيذلل الصعوبات للموظفين فوظيفة المدير هي وظيفة عظيمة المدير هو اللي بيتحكم في كل مجريات العمل تحته المدير هو المسؤول احنا لايما بنسمع بالمسؤول ما بنعرف ان المسؤول هي مش فقط رتبة عالية في المجتمع او رتبة عالية في الوظيفة المسؤول هو من اسمها مسؤول هو الذي يسأل الناس راح نشوفها لكيف المسؤولية في الإدارة مراتب انت لما تكون المسؤول عن الموظفين انت مسؤول عن عملهم المدير اللي اعلى منك راح يسألك عنهم راح يسألك عن عملهم الادارة العليا في الشركة راح تسأل المدير اللي تحت ايش عمل الموظفين بتوعك ما راح ينزلوا للموظفين يسألهم راح يسألوا المدير عنهم فهو مسؤول عن العمل عن سير العمل هو مسؤول عن الموظفين هو مسؤول عن الوصول إلى الهدف عن طريق الموظفين وعن طريق العمل نفسه اللي هو مدير عليه ومدير على نشاطات العمل هلأ بنشوف تصنيفات المديرين أول شيء الفرست line managers الفرست line managers are individuals who manage the work of non-managerial employees يعني هما أفراد يديروا العمل اللي ما بيقدروا يعملوا non-managerial employees اللي هما الموظفين الغير أو اللي مش موجودين في موقع إداري non-managerial employees الموظفين الغير مديرين فالفرست line managers هم أفراد who manage يديروا the work of non-managerial employees عمل الموظفين الغير مديرين مين ممكن يكون first line manager ممكن يكون المشرفين هما يكونوا مشرفين على موظفين فهما first line managers يعني موظفين مديرين خط أولي لسه ما عليوا في الهرم الوظيفة لسه هم first line manager أول خط مدير أول خط اللي هو اللي فوق الموظفين بدرجة ممكن يكون مشرف ممكن يكون اللي هو supervisor مشرف ممكن يكون team leader اللي هو مدير الفرقة مدير مجموعة ممكن يكون ايش مدير قسم unit manager بسموه ممكن يكون مدير قسم أو ممكن يكون manager assistant وممكن يكون مدير مساعد المدير فهذا بسموه manager assistant مدير مساعد ممكن نروح على التصنيف الثاني للمديرين middle managers اللي هم المديرين في المناصب المتوسطة هم individuals يعني افراد who manage يديروا the work of first line managers هم الافراد اللي يديروا عمل الفرست line managers شو معناته هذا الحكي معناته انه الفرست line managers they report to middle managers شو يعني they report to middle managers يعني الفرست line managers يرفعوا تقارير عن عملهم وعن عمل الناس اللي تحتهم لل middle managers هلأ المدير manager ممكن يكون مدير على مدراء first line managers فالمدير manager المدير المتوسط في المراتب المتوسطة ممكن يكون مدير واحد على اكثر من مدير first line managers هذول first line managers بيكودوا الموظفين اللي تحتهم فبيجمعوا معلومات العمل على الموظفين اللي تحتهم وبيرفعوا فيها تقارير they report to middle managers يعني they report to يعني هم بيرفعوا تقارير لل middle managers ف middle managers هو مدير على الموظفين first line managers لما يرفعوا لهم تقارير هم بيحللوا هاي التقارير بيدرسوا العمل بتاع first line managers فمثل ما حكينا first line managers هم مديرين على موظفين فهم بديروا عمل الموظفين middle managers بديروا عمل first line managers بيديروا المدراء اللي أقل منهم اللي هم first line managers مثال عليهم ممكن يكون regional managers أو plant managers regional managers اللي هم المدراء الإقليميين للمؤسسات للمنظمات الكبيرة ممكن يكون plant managers اللي هم مدراء المصانع plant managers أو factory managers بعض نفس الشيء مدراء المصانع ممكن مؤسسات الأقل اللي هم المدراء departments اللي هم مدراء الأقسام الأقسام في الشركات مثل marketing manager مدير التسويق finance manager personnel manager personnel manager هو مدير شؤون الموظفين هذو المدراء middle managers بنروح لclassification اللي بعد اللي هم top managers top managers عادة بيرمزون لهم بالexaggeratives اللي هم التنفيذيون التنفيذيون اللي هم بيديروا المدراء اللي أقل منهم وبيكوموا بعمل الخطط والاستراتيجيات الكبيرة للمستقبل هم individuals who are responsible for making organization wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization أفراد who are responsible مسؤولين for making organization wide decisions مسؤولين عن عمل القرارات الكبيرة للمنظمات and establishing plans بناء الخطط and goals ووضع الأهداف that affect the entire organization اللي بتأثر على عمل المنظمي ككل مين هدول الناس اللي مسؤولين عن كل هذا الكلام كمان بيمثلوا اللي هم board of directors هذا اللي هو مجلس الإدارة العليا بسموه board of management نفس الشيء board of directors هو board of management أو كمان بيحكوهم senior managers اللي هم مثال عليهم مثل chief executive officer CEO دائما بتسمعه CEO اللي هو chief executive officer بتسمعه كمان في CFO chief finance officer هاي الأسماء الكبيرة في الشركات هم top managers اللي هم بيكون top managers الإدارة العليا اللي بيكون مسؤولين عن عمل middle managers زي ما احنا حكينا انه first line manager they report to middle managers فيرفعوا تقاريرهم للمedal managers المedal managers بعد ما يتأكد انه العمل يسير بشكل جيد حتى لو ما كان يسير بشكل جيد يضعوا أسباب عشان يرفعوا بالأخير كل هاي التقارير عن سير العمل لل top managers عشان يتأكدوا ان هذول top managers بانه العمل يسير باتجاه الهدف الموضوع لو كان في أي معاوقات هذول top managers يشوفوا كيف ممكن يحلوا هاي المشاكل القرارات الكبيرة في المؤسسات القرارات اللي بتحتاج لتغيير جذري تحتاج لتغيير الخطة تحتاج لتغيير الاستراتيجية اللي بيأخذها اللي هما top managers نشوف 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 فرق بين هاي المدراء مشان نفهم اكثر ايش الفرق بين كل خط اللي بيتعاملوا مع العمل اليومي they plan and control day to day business process plan and control يعني يخططوا ويتحكموا day to day business process العمل اليومي او عمليات العمليات او النشاطات اللي بيكونوا فيها الموظفين خلال اليوم يوميا هذول المنجرز او المدراء بيتحكموا بالعمل اليومي بيتعاملوا مع المشاكل اليومي مع النشاطات اليومية اللي بيتتم خلال العمل المنجرز plan and control organizational units هما اللي بيتحكموا في عمل الاقسام في الشركات يعني كسم المثلا المسؤول عن خط إنتاج الألبان مثلا المدير خط إنتاج الألبان المدير على الموظفين المشرف على الموظفين بديو يشوف كم منتج اليوم أنتجنا كم منتج تالف اليوم مين الموظفين اللي ما حضروا مين الموظفين الغائبين وهكذا هذا هذا ما هو شغل المد المنجر هذا شغل المشرف على الموظفين بيجمع كل هاي المعلومات كم وحدي أنتجنا كم منتج أنتجنا كم منتج تالف كم موظف غاب كم موظف ما غاب شو في عنا مشاكل وهكذا بيجمع هاي التقارير بيرفعوها للميديا المانجرز الميديا المانجرز بينظروا في هاي التقارير على هذا الأساس بيعرفوا كام التكاليف شو محتاجين مشتريات كم حتكون المبيعات هم بيكونوا غالبا مديرين المبيعات مديرين المتسويق فبيعرفوا كم حنسوق كم حنبيع بيعرفوا شو في مشاكل تحت فبيدرس فهم بيخططوا وبيتحكموا في في الأقسام في المنظمة بيرفعوا تقاريرهم للتاب منيجرز التاب منيجرز هم بلانينج يعني بيدرسوا بيخططوا وبيتحكموا في كل المنظمة في كل التوجهات اللي بتصير في هاي المنظمة فهذا الفرق بين الكلاسيفيكيشنز بين المدير المدراء فالمدير هو مش بس مسمى واحد المدير هو ممكن يكون في الفرست لاين منيجرز ممكن يكون ميدل منيجر ممكن يكون تاب منيجر لازم يترقى في هذه المستويات المدير هو الذي يترقى في المراتب الإدارية فهو أنواع هاي الأنواع بتاعة المديرين زي ما احننشوف الآن هنا بيشرح لنا كيف أنه النساء في هاي الدول شكلت مناصب إدارية في مثلا في أستراليا 41% من النساء شكلت في الإدارة 41% من الإدارة في كندا 36% في ألمانيا وهكذا هذا الشيء ما حيفيدنا كثير بنروح للسلايد اللي بعده هاي المانيجيريال اللي احنا أخذناهم الكلسي فيكيشنز أو الكلسي فيينج منيجرز هي نفسها المانيجيريال أو يشي الكلسي فيكيش هم على رأس الهرم بعدين بيجينا الميدل منيجرز بعدين فرست line منيجرز بعدين النون منيجيريال امبلاويز في قاع الهرم هم الموظفين هم ما عندهم تراتبية في الإدارة منيجع السؤال المهم what is management اش هي الإدارة منيجمينت هم الموظفين عشان أعمالهم أو نشاطات هذول هؤلاء الآخرين اللي هم مثلا سواء كنا مثلا top managers وإحنا نشرف ونوجه ويعني نتحكم في لهم الأقل مننا اللي هم middle managers أو first line managers وبنتأكد بالأنه their activities النشاطات اللي بكموا فيها are completed يعني كاملة efficiently and effectively يعني بفعالية وبكفاءة بكفاءة وبفعالية الآن هنشوف الفرق بين الكفاءة والفعالية managers أو managerial concerns اهتمامات الإدارية أهم شيء في الإدارة هي أو الأشياء اللي بتركز عليها الإدارة أكثر شيء اللي هي efficiency وال effectiveness ونشرحهم لأنه مهم تعرفوا الفرق بين العنصرين هذول الأساسيين في الإدارة efficiency اللي هي الكفاءة هي doing things right عمل الأشياء بشكل صحيح عمل الأشياء بشكل صحيح getting the most output for the least input يعني بدنا نحصل على أكثر شيء من المخرجات أكثر مخرجات ممكنة بأقل مدخلات ممكنة هذا الشيء بينطبق على الموظفين يعني بنحصل على أكبر عمل ممكن من الموظفين بأقل عدد ممكن من الموظفين بنحصل على أكبر عدد ممكن من المنتجات بأقل عدد ممكن من المواد الخام بحيث لا يكون فيه هدر للوقت من الموظفين لا يكون فيه هدر للمدخلات اللي هي المواد الخام مش نجيب بلاستيك كثير عشان نعمل مثلا كم منتج بلاستيك قليل لا احنا من نجيب بلاستيك بعدد قليل جدا بحيث أن ننتج منه عدد أكبر ممكن من المنتجات عشان تكون الإنتاجية أعلى عشان تكون الربحية جبنا عدد موظفين كبير جدا ولكن أنتجنا عدد عمل قليل فإحنا خسرنا فلوس هندفع رواتب كثير ولكن ما هنحصل على عمل ولكن لازم نحاول قدر الإمكان يكون عدد موظفين أقل عشان نخرج من هذول الموظفين عمل أكثر هذه الكفاءة عمل الأشياء بشكل صحيح doing things right ونكون بشكل صحيح عن طريق وضع خطط وضع أهداف عن طريق التحكم والإشراف يعني هي وظائف الإدارة العامة إدارة الناس وضع الخطط لهم وضع الأهداف لهم التصورات على أساس أنه العمل يجري بشكل مدروس الآن نذهب لل effectiveness هي الفعالية الفعالية هي doing the right things عمل الأشياء الصحيحة هاي عمل الأشياء efficiency أو الكفاءة هي عمل الأشياء بشكل صحيح عمل أشياء بشكل صحيح أي وضع خطط وأهداف واستراتيجيات نمشي عليها على أساس نعمل الأشياء بشكل صحيح effectiveness هي عمل الأشياء الصحيحة عمل الأشياء الصحيحة أو effectiveness هي دائما يعني يضعوها وظيفة القيادي رح ندرس القيادي إن شاء الله في نهاية الفصل الفعالية هي من وظائف القيادي من صفات القيادي efficiency أو الكفاءة هي من وظائف أو من صفات الإدارة بشكل أكبر عمل الأشياء بشكل صحيح وبتراتبي هي تحت الإدارة أما إنك تكون فعال تعمل الأشياء الصحيحة attaining organizational goals إنك تجري وراء الأهداف إنك تستهدف إنك تحقق الهدف الأساسي في الشركة بعمل الأشياء الصحيحة القائد بشأن نوضحها بشكل أفضل القائد يضع تصورات ومفاهيم معين إلى الموظفين يشرح لهم كيف يقوموا بعمل هذه الأشياء صحيح ننتج هذا المنتج ولكن في طريقة أفضل لإنتاجه في طريقة أحسن لعمل هذه المنتجات ممكن نوصل للهدف في طريقة أسرع فالوصول للهدف هي طبعا هي وظيفة الاثنين الإفشينسي ولكن وصول الهدف بطريقة أسرع وأفضل وكذب سموها فعالية فهي الإفكتيب ونأتي لهذا السلايد القبل الأخير بنشوف هنا الإفشينسي means resource usage الكفاءة هي استخدام الموارد مع low waste مع هادر أقل الأفكتيبنسي الفعالية هي goal attainment هي تحقيق الأهداف مع high attainment يعني تحقيق بشكل أكبر بفعالية لأنه افكتيبنسي فنحقق الهدف بفعالية بشكل أكبر بسرعة فالاثنين هم من صفات الإدارة management strives for يعني الإدارة أو المدراء بيسعوا يعني بشكل كبير للحصول على low resource waste أقل هادر للموارد أقل هادر ممكن من الموارد هذا high efficiency كفاءة عالية و high goal attainment حصول على الأهداف بشكل أكبر high effectiveness اللي هي بفعالية ف الإدارة تتركز على ترتكز الإدارة على efficiency استخدام أمثل للموارد و effectiveness اللي هي حصول على الأهداف بشكل أسرع وأكبر نذهب للسلايد الأخير وهذا السلايد هو اللي راح يكون عن السلايد الأول إن شاء الله في المحاضرة القادمة ولكن نتعرف على الموضوع بتاع المحاضرة القادمة what managers do ناخذ شو المدراء راح بيعملوا ما هي وظيفة المدراء في الشركات فالمدراء في الشركات عندهم ثلاثة توجهات في عنا ثلاثة توجهات لنعرف إيش بيعملوا هذو المدراء فانكشنز دي بيفون يعني في عندهم مضائف بيعملوها رولز دي يعني عندهم أدوار بيلعبوها في الشركات سكيلز دي نيد في عندهم مهارات لازم يمتلكوها وهذول إن شاء الله راح نأخذهم في المحاضرة القادمة أعذروني لو طولت عليكم في هذه المحاضرة كنت حاب أن أنا أبين كل شيء بشكل مفصل أشكركم على المتابعة وحسن الاستماع وأراكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإن شاء الله حيكون في يعني ممكن منتدى راح أضعه أو شيء حسن يصير فيه تفاعل بيننا في المحاضرات الجاي والسلام عليكم ورحمة الله